التيار الكهربائي وهناك نوعان من التيار الكهربائي تيار كهربائي مستمر وهناك تيار كهربائي متناول بالنسبة لتيار الكهربائي المستمر تبقى قيمته تابتة أي تيار كهربائي يرمز له تبقى قيمته تابتة أي تساوي constant تبقى تابتة بالنسبة للتيار المتناول تكون قيمته متغيرة بالزمن ولذلك هو دالة في الزمن ويرمز له E لT أو E تساوي CF لT أي بالنسبة للتيار الكهربائي هو تغير كمية الكهربائي بالنسبة للزمن التعريف العام وهناك نوعان هو تيار كهربائي مستمر ويرمز له E تساوي constant أي تابت والتيار المتناول هو تيار له قيمة متغيرة بدلالة الزمن وسواء التيار الكهربائي المستمر أو التيار الكهربائي المتناول كيلهما وحدتهما الأمبار إذن رمز أو وحدة E هي نفسها وحدة E وتساوي الأمبار ورمزها A إذن هذا مسترح جديد أو رمز جديد سوف نرمز إلى الوحدة بهذا الرمز إذن وحدة E هي نفسها وحدة التيار المستمر نفسها وحدة التيار المتناول ويكون بالأمبار كما قلنا سابقا أن وحدة R هي الأوم وحدة E هي الفولت وقلنا أيضا أن وحدة L هي الهنري وقلنا وحدة C هي الفاراد إذن هذه العناصر الكهربائية تعرفنا عليها سابقا المقاومة للقوة المحركة الكهربائية لمولد الداتية والمكتفة ما تعرفنا عليه الآن هو التيار الكهربائي وقلنا هو نوعان تيار كهربائي مستمر وتيار كهربائي متناول بالنسبة أيضا هناك التوتر الكهربائي التوتر الكهربائي وهناك أيضا نوعان من التوتر الكهربائي إذن توتر كهربائي ثابت وتوتر كهربائي متناول أو متغير إذن كليهما إذن هذا رمزه رمزه E وهذا E دل في الزمن إذن E لتي و E وكليهما له نفس الوحدة إذن E E لتي أي ووحدتها هي الفولت أي V إذن هذا بالنسبة للمكتسابات القبلية بالنسبة للطيار الكهربائي والتوتر الكهربائي سوف نقوم الآن برسم دارة بسيطة وتمثيل عليها بعض أو تعرف على بعض المصطلحات أو المفاهيم مثلا إذن لدينا مقاومة دارة كهربائية تتكون من مقاومة كهربائية مربوطة على مربوطة على طرفيها مولد كهربائي إذن لدينا قاطعة والقاطعة يرمز لها بك المقاومة تتميز بأر المولد يتميز بأ نفرض لدينا مولد مثالي أي مقاومة الداخلية معدومة إذن طرفي المولد هما A مثلا A و B وما نفسهما طرفي الناقل الأوم إذن استلاحا عند غلق القاطعة استلاحا الإلكترونات تتجه إتجاه الإلكترونات الإلكترونات سوف تتجه من السالب نحو الموجب استلاحا الجهة الاستلاحية للتيار الكهربائي يكون من الموجب إلى السالب إذن A يخرج من القطب الموجب لهو المسعد للمولد ويتجه نحو القطب السالب للمولد بالنسبة للتوتر الكهربائي مثلا التوتر الكهربائي على طرفي المولد هو نفسه على طرفي الناقل الأومي لأننا في حالة التبازي إذن يرمز إذن U A لهو التوتر التوتر الكهربائي على طرفي المقاومة أو الناقل الأومي يساوي E A B إذن ER يساوي E A B كيف يمثل في الشكل التوتر دائما يمثل من القطب الأقل كومون إلى القطب الأكتر كومون بشعاع يتجه من القطب الأقل كومون هو السالب إلى القطب الأكتر كومون لهو الموجب إذن هنا هذا هو E A B إذن شعاع يتجه من B إلى A بينما يكتب هنا E A B بينما الشعاع يتجه من السالب إلى الموجب يساوي E A وهنا يساوي نفسه E بأن التوتر أو التوتر الكهربائي المولد هو E إذن يتجه من السالب إلى الموجب التيار استلاحا من الموجب إلى السالب الإلكترونات من السالب إلى الموجب لأن القطب السالب لديه زيادة في الإلكترونات والقطب الموجب نقص في الإلكترونات فالتتجه الإلكترونات من القطب الذي له زيادة إلى القطب الذي له نقص في الإلكترونات وهناك يمكن حساب اي ار بقانون اوم اي ار يساوي ار يساوي اي في ار اذا ار يساوي اي في ار شدة التيار في المقاومة اذا اردنا حساب التيار الكهربائي سوف يكون اي ار على اي و اي ار هي اي في هذه الدارة البسيطة اذا تعرفنا على جهة الالكترونات جهة التيار كيفية تمتيل توتر كهربائي سوف نتعرف على وسوف نتذكر شيء اخر دوريسا سابقا وهو كيف يحسب التيار في الدارة المتسلسلة والتيار في الدارة المتفرعة لتكون لدينا جزء من دارة مثلا جزء من دارة ار و ار فتحة مثلا اذا هنا لدينا ار ناقل اومي الاول والناقل اومي الثاني نفس الناقلين لكن مربوطان على التوازي او التفرع اذا هنا ار وهنا ار فتحة نفرد انهما مربوطان على طرفين مولد مثلا وهنا قاطع كهربائية او قاطع كهربائك يغلق اذا هنا دوما مولد مثالي لتبسيط وهنا ايضا مولد نفس المولد نفس المولد ا و ار صفر اذا هنا كما قلنا سابقا قطب موجب قطب سالب اذا طيار يخرج من القطب الموجب وهنا لا يجد تفرع ينتقل بنفس القيمة ليصل الى القطب السالب اذا هنا حالة حالة التسلسل اذا لدينا ناقلان اومنيا في حالة التسلسل او او سيغي هنا وهنا لدينا حالة التفرع اذا في التفرع هنا قطب موجب قطب سالب اذا طيار عندما يصل الى نقطة التفرع او ما يسمى بالعروة يتفرع الى اي اواحد و اي اينين اذا في حالة تسلسل اي ثابت في جميع الزاء الضارة بينما في حالة التفرع اي يساوي اي اين زائد او اي واحد زائد اي اثنين وكان لدينا انبوب في كمية من الماء يصل الى النقطة هنا يتفرع منه انبوبان اذا كمية الماء هاته هي كمية الماء هاته زائد كمية الماء هاته سوف نلتقي في مفهوم اخر شكرا